مرحبا بكم اليوم نعلم مع بعضنا ادبارات ليس رمضانية شوالية تطلبت مني نحب ادبارات تعاوننا على الصيام اللي يبشي مليامات لان الحقيقة البيوت اللي فات لم تصورتش يعني اللي بشنا نصوره يعني نتقاسمه معاكم ان شاء الله افكار اللي بشي يشوق فتره ويقرح سيبه مش كيمة ورمضان مش كيمة في شوال ويبدأوا الصغار مش الناس اللي بدأت تكونها صايمة مع بعضها المهم اول حاجة هنا حبيت نعمل سويبع جلبانة خطيت شوية زيت وكعبة بسلقة سيت هكاكا وشتر زر الجيج وفوحته ملح تابل وكروية وكركم وفلفل لكحل برشبش يقولون سويبع جلبانة كما سويبع القنارية سويبع جلبانة حتى تقرأ أخضر بالحقه يجيون بنين عن الأخر خصطان تحب تقليص ويبع البطاطا حتيت فيهم الجلبانة حتيت فيه الجلبانة وحتيت الجلبانة ناخدها راني مكنجلة وربي اجمع الجلبانة صنطة صغيرة حطوها في ماء يغلي دجا وحبطوها بماء بارد تحافظ على الحلوة متاحة وتحافظ على لونها ومنفحها خير تحافظ على منفح متاحة حتيت الجلبانة وصبيت الماء يغلي وخليتها تواصك نار متوسطة أجمع الجبانة سوف نحن نحن جاري سفنه قصيتها كما ترى ونقطها على العجيبة جيدة وعندي هنا أقرب قراءة وقد إنه سيضر خضروات قصيتها مكعبات بعد ونقوم بعمل ونحب هنا الجلبانة ولا تقلق كما الفول و الحمص وضع جلبانه مع الخضراء وقصيت البصار الزائد كما هو كاكاكا وضع طوافل في الكوكوت الحلالم رمضان كامل ماشي بني عندي الحلالم نجيب شن طيبها نلقى روحي ما عنديش الحلالم مويني مشيت الحلالم مويني مشيت الحلالم مويني مشيت الحلالم يا أخي مشيت نقبل باح في ناقة في تخيام بلجيبين الحلالم بتاع تونس وليت خريت باكو وفرحانة بيا حسين وود أول حاجة قطبنا لكم طيبو اضباره بها حتي طواكل بصله الزيت ووكل الخضراء وكلافز عندي الساقين نرميهم يتيبوا بالقدام معهم ويحب يكلهم عادي ومرقت بالماء ونسكر عليهم الكوكوت لا نفوح الساعة في العدران لا نفوحه الجاري كان وقت اللي يتيب الخضراء حتيت الملح حتيت التابل والكروية وحتيت بغرفة طماطم في عطماطم معجونة طماطم بودر حتيت كما قلت لكم ورشة فلفل زينة ورشة اهروس و الهريسة عربي سكرت عليهم خليهم يتيبوا ربيع ساعة ونرميهم الحلالم وكهو ونرمي المقرونة 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 بطاطا والحمص وزدر الجيج ودعدان وحتيت مكعبات وحتيت مكعبات ونقليهم المقرونة سريعة وتلمونة تستخدموا طماطم ثم تختاروا طماطم لا توجد مقرونة طماطم تبدأ قارسة بجي مقرونة ثم تكتبوا لي مرحلة تكون معكم عنها باهية وصل وايضا بحيت مرحلة ملح وفلفل أكحر وغزيتهم بصل بصل ربعي يكون أبن ببرشة بصل أحمر بصل ميذوب بصل اللبيض أو الأصفل تقدم الطيب وقدم ميذوب بصل الراف المقرونة المقرونة السريعة نرمي فيها البصل وقوم بطبيعة كل شخص وطريقته وكيف يتخيل الحاجة بشكلها وقوم بعمل حمليح نقلي في البطاطا مع البطاطا وعطي رائحة بنينة و البطاطا ونكهة بنينة وعنده فلفل ملون نرمي خشين اضافة نكهة بنينة بصل والدجاج والبطاطا وضع الطماطم المرة هذي بدلت الطماطم جديدة شريتها هي مركة عربية لما حالة قلت نجربها بطينا بروموسيون وكان جاءت بنينة هاوين وكان ما جاءتش بنينة مع غير ما نخذ منها اخي جاءت فاق روسية الحقيقة حتيت مغرفة هروس وصغيرة ومهريسة عربي ومفاورة ذيك عملت هينة ومغرفة ثوم مرحي والرند وخليط الطماطم تقلع قليلا وخليط الطماطم تقلع قليلا ونظرها كذلك لابنينة الطماطم تقلي برشة ونصب على ماء سخونة حيث لا نقصها على طيب والماء يضع الطيب حمص طيب حمص طيب نغطيها طيب 15 دقائق تجربت البطاطة مقرونة سويبا لا أحب تتفضل حمص طيب 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 اول مرة سويبا والغنارية اول مرة بطاطا مقرونة حمص طيب اشتركوا الناس كلها تعطيهم بهتين رأيون المتعكة التي تأكل فيها فكرة الممكن أن يرونها فيها اول مرة كيف يكفي بها اول مرة بأن تتعديها اول مرة كان عشبتك على تغييرها لا يجبها لا تتعدي عليها وعنت هنا مع بنوز قصيته وزيدة أطروف نضيف كيما كيكا وضعته مع الحشو وضعت عليه جبن كميشتين جبن موزاريلا وإلا جبن اللي عندك تحب تحطوه كل واحد بتبيع المطفر عنده وكل واحد وضوقه وش يحب هو وضعت العظام العظام كالعادة نحط بالكعبتين ونشوف كي نستحق أكثر وإلا لا ما يكونش العظام أكثر من الحشو وما تكون شجاري كيت تاجين وما يكونش زادا شايح قليا يعني مش العظام يبدأ في شيرة وشيرة ما يفميش وفي بليفش نزيد الرابعة وقلت للي خليها كيكا وعندي الملسوقة لكي ما قلتوك مشت نقدي من القرون فخين وقاموا بالملسوقة التونس تشخت عليها واخديت منها كمية باهية ولملوحية ما هيش مالحة كما الملسوقات الأخرين اللي تعرفوهم ونعرفوهم وحتى نوكهتها مشكيف وتيكستور متاحة كل واحد وكيفاش بطبيعة مستينس وكل واحد كيفاش يحب كيفاش بطبيعة ملسوقة ونحاولش نعبي الحشو في السويبا نسمى هوني عبيت لم يطولوا الموضوع طبيش لكي ما يتلقوش معها تحب تقليهم وشي تحب الليرفاير مشك collapsهة نğı زي Plug بشي طبعوا الكل مع بعضنا في ضرب واقت لا ناقعدش نستنى على مرتين الآول الموضوع مجرد كمية صغيرة وضعتها المجرد وضعت مجرد الفور وضعته بالقوصان ونحاول ان نجح لصقتهم إلا باكو 10 كعبات وضعته 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 وحليتوا 8 كعبات وذلك سكرت عليهم مليح 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 ولم يدخلون لهويه نرمي الحلالم نغلي 10-8 دقائق نشغل بمكورونا نضيف المقرونة نضيف مقرونة متضيفا نضيف اللغة جربتها مالي جربتها وقالت جاري لكل المقرونة محمصة حليلم نرميلو اكل نعنيع في اللخر راه ويبني يبني على اللخر ويرحم والديها اللي كتبتلي التعليق اذيكا والله سبحان الله واحد ساعات يعطي معلومة لحدها كي محليها وخديه ويقضيه واحد يرحم على وديه معنا ينتعلموا من بعضنا سبحان الله هيا طاور ميتك المقرونة خليت سلزدنا لقنا مقرونة تونس خليت مقرونة سبا جتي متاع تونس وطيبتها حاليتها مطيبها انا نحبها طيبة بالقديق نحبهاش نقصة طياب الحلال اللي مصيح حاتيتها في السوق يغمتها والمقرونة طابط وصفيتها وصبيت عليها السوس ديما السوس منصبوش لكل الفرد سبا علاش؟ ما نعرفوش عليها؟ نجم تكون السوس برشا فتمنظم عند ذلكما وإلا حتى المقرونة حتى المقرونة تنقصوا منها إذا تظهر لكم السوس برشا أو كنقسم السوس إذا تظهر لكم مقرونة برشا نقسم المقرونة خلطوا شوف عينك ميزينك في الأخر تحب تخليها شيحة تحبها متخطخة كيف يحبها هنا خلطتها طبعا مع بعضها وحسيتها نقصة لتجاجاتها قد قد كملت لها بقية السوس ومورها واضحة حتيت قدمتها الفور حتيته على ميتين درجة حسيته ازهاري شوية وليت نقصته ميت وثمينين درجة وقعت خمسة وعشرين دقيقة طابو اسوابة وعملت معه مصلات الجرجير وهذا يعملت طاجين من العشي البرحة قعد طاجين بتاع روز ومتلت البرحة عملت روز أبيض مع الجيج وحسيته قعد هكا شوية وخلطت معه خلطات البقايا اللي قعد لي ونزيدوا على عظم وجبن ولا كريم فريش وولا طاجين روز وجي بنين على الأخر ووصلاته ذيكا كما قدوكم مصلات الجرجير وتماطم وبس بيس هكا وهذا مصفيتنا كينو لليوم ان شاء الله تجربوهم ان شاء الله يجبوكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة اشتركوا في القناة